السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إليكم أقوى الأطعمة الغنية بالحديد الحديد من أهم العناصر الغدائية في جسمنا ونقص الحديد من أكثر المشاكل المتداولة في العالم عامة لا سيما في العالم العربي وخاصة في الجزائر ونقص الحديد يقال عنه الموت البطيء للأنسجة لأنه يسبب بالكثير من الأمراض فقر الدم نانيمي، ضيق التنفس، التهاف اللسان وكذلك قد نشتهي مواد غير غدائية كالنشويات والحلويات ولهذا لابد أن نتعرف على أعراض نقص الحديد وأسبابها وقبل ذلك أعطيكم معلومة مهمة عن الحديد وأهميته في جسمنا أو دوره في جسمنا إذن الحديد هو المكون الرئيسي للخيراية الحمراء يعني الهيموغروبين ينقل هو الذي يعمل على نقل وتخزين الأكسجين في جميع أنحاء الجسم الإنسان يعني في جميع أنحاء جسمنا كما يلعب دورا فعال يعني الحديد يلعب دورا فعال في نمو الخلايا لهذا نقص الحديد في الجسم يعني نقص الأكسجين وهذا ما يجعل الإنسان مريد والأمراض تتعدد من عدم التركيز أو ضعف التركيز الدوخة تعب صداع أو ألم في الرأس تساقط الشعر أرق وجه شاحب كذلك فقر الدم وقد نفقد الطاقة كل هذه أهم أعراض نقص الحديد ولهذا يجب العلاج العلاج لنقص الحديد فماذا فعوف إلى ماذا نلجأ قبل أن أعطيكم المصادر الخاصة للغنية حاصة بالحديد يجب أن تعلموا أن الكسل الذي نجده أو نلاحظه عند الطفل سببه نقص الحديد فلا تتهاونوا عن هذه النقطة خاصة فلا تهملوا ولا تتهاونوا نقص الحديد لأن مخاطره جد وخيمة يؤدي إلى الموت البطيئة كما قلت في الأول للأنسجة إذن إليكم المصادر الغنية بالحديد أولا المصادر الحيوانية إذن مجموعة من الأطعمات تعمل على زيادة الحديد في الدم أولا اللحوم الحمراء لكل 100 غ لحم نجد 39.4 ميلي جرام من الحديد ومن مصادر الأطعمة الحيوانية الغنية بالحديد قلنا الكبد الدجاج وكبد البقر لكل 100 غ من كبد الدجاج نجد 11.6 ميلي جرام من الفيغ يعني من الحديد ولكل 100 غ من كبد البقر نجد كمية 6.5 ميلي جرام من الفيغ أيضا يعني من الحديد كذلك البيض غني جدا خاصة صفار البيض غني جدا بالحديد لكل نصف كأس من سفار بيض نجد 3 ميلي جرام من الحديد أما بالنسبة للسمك أو الخويد ماء يعني فواكه أسمك فواكه البحر لكل 100 غ من أسمك فواكه البحر نجد كمية 6.7 ميلي جرام من الحديد يعني الفيغ أما مصادر الأطعمة النباتية الغنية بالحديد عندنا لبيضة العدس والحمص إذن لكل 100 ميلي جرام من هذه الحبوب نجد 3.3 ميلي جرام من الحديد أو الفيغ كذلك السبانخ أيضا أو السلق في الجزائر نقوله السلق إذن لكل 100 ميلي جرام من السبانخ أو السلق نجد كمية 3.6 ميلي جرام من الفيغ يعني الحديد أما بالنسبة للجوز واللوز أيضا غني بالحديد نجد لكل 100 ميلي جرام من الحديد كذلك أيضا بالنسبة للشوكولاتة السوداء وخاصة في الكاكاو أو بودرة الكاكاو فهي غنية جدا بالحديد نجد لكل 100 ميلي جرام من بودرة الكاكاو فيها 13.9 ميلي جرام من الحديد كما ينصح الأطباء أخذ عصير ليمون الغني بالفيتامين D لأنه يساعد على امتصاص الحديد هناك أيضا أطعمة غنية بالحديد منها الفيكهة المجففة كالزبيب والمشمش والتين المجفف أيضا غنية بالحديد وفي الأخير لا يسوعني إلا أن أترك لكم هذه الكمية للحديد التي يحتاجها الجسم سواء عند الرجال أو النساء سواء عند الحوامل أو المرضعات إذن إليكم هذه الكمية التي يحتاجها جسمنا بالنسبة لكمية الحديد فلا تهملوا نقص كمية الحديد لأن مخاطرها جد وخيمة تؤدي للموت البطيء وفي الأخير أتمنى وأرجو أني قد أفدتكم بهذه المعلومات أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتو ترجمة نانسي قنقر